طيب طبعا إحنا من شوية شفنا فريدة عثمان كان لها تصريحات على الصفحة بتاعتها أو على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا بتوضح فيها أسباب عدم مشاركتها في الأولمبياد وطلع المهندس ياسر إدريس رد عليها بقالوا يومين شوية فيه كل واحد بيحمل الطرف التاني المسئولية وبيردوا على بعض ولكن النهاردة فريدة وضحت من دقيق من حوالي نص ساعة يعني أو قال فريدة وضحت في 16 نقطة كده بالزبط هي تقريبا عملهم عبارة عن 16 نقطة وضحت فيها حاجات كتير قوية وقالت إن هي يعني اختصارا قبل ما أرى لحضراتكم طبعا 16 نقطة هي وضحت فيهم إن هي يعني هي قصتها مش هي هي قصتها الأجيال اللي جاية هي نفسها إن السباحة تحقق مدالية أولمبية فيه كل ما هو مقبل فهي يعني بتقول أنا مش هلعب أولمبياد تاني أو مش هيحلفني الحظ إن أنا ألعب أولمبياد تاني ولكن هي بتقول إن هناك بعض الأخطاء الإدارية اللي بتخلينا نوصل للمرحلة دي هي قالت إن أنا مثلا شريكنا في ريو بخمس لعبين في توكيو بأربع لعبين في باريس بتنين لعبين وإن هي عدم مشاركتها في الأولمبياد كان خطأ إداري فطبعا يعني بتقولك إن إحنا بنقل بدل لسه اللي كنت بتكلم فيه إنه بدل ما العدد بيزيد لا العدد بيقل طب خلينا نشوف فريدة قالت إيه السباحة المصرية فريدة عثمان طلعت بيان رسمي زي ما قلت لحضراتكم من شوية للرد على بيان اتحاد السباحة فريدة عثمان قالت إنها عملت فيديو علشان الناس عمالة تسألها إيه الأسباب اللي خلتها مرحتش الأولمبياد قالت أنا استنيت بعد الأولمبياد لما تخلص علشان شفت كم الهجومة على الأبطال وفكرت في مستقبل الأجيال القادمة أنا خلاص أخدت حقي من حب الناس وهستفيد إيه من الفيديو ده أنا فعلا رحت بطولات تأهلية ولو ما كانش اتقلي إني ممكن أطلع كنت ممكن أكمل محاولات ولكن كنت بشترك في البطولات بس للتدريب علشان كنت ضمنة التأهل زي ما بلغوني وده يرجع برضو لعدم الدراية الكاملة للوايح طيب بعد كده بدأت إن هي ترس الموضوع في 16 نقطة زي ما حضراتكم طبعا شايفين معنا على الشاشة قالت فيهم حاجات كتيرة قوية علشان توضح موقفها قالت أنا فعلا رحت بطولات تأهلية ولو ما كانش اتقلي إني ممكن أطلع كنت ممكن أكمل محاولات ولكن كنت بشترك في البطولات بس للتدريب علشان كنت ضمنة زي ما بلغوني وده يرجع برضو لعدم الدراية الكاملة للوايح اللايحة بتتغير كل أولمبياد وبعد أولمبياد توكيو نظام التأهيل اتغير ولكن الاتحاد لم يكن عنده علم عشان كده من يوم 20 ليوم 28 يونيو 20-24 كان فيه مرسلات رايحة جاية ما بين الاتحاد واللجنة الأولمبية الدولية بيستفسروا فيه أنا ليه ما ينفعش أروح لأن سبقاتي اتحطت على السيستم يوم 18 يونيو واللجنة الأولمبية الدولية أو ال-IOC ردت بالرفض يوم 19 والناس مش عارفة برغم أنهم قدين يتكلموا والمراسلات راحة جاية من 28 وقالت أن الرعاب توعي طول الوقت كانوا بيسندون يعني وعمرهم ما كانوا هيغيروا موقفهم من دعمي بسبب تأهيلي من عدمه لأنهم كانوا شركاء نجاح طوال مشواري الطويل الإدارة لازم يحصل فيها تغيير أنا ما قلتش أنهم ما صرفوش عليهم مدوني الدعم المادي ولكن برضو بعد حصولي على أول مدالية عالمية لو أنتم فاكرين أن صناعة الأبطال بس محتاجة دعم مادي يبقى وقت نظري ما وصلتش أنا بتكلم عن التخطيط والإدارة والأهداف وفنيات السباحة المفروض يكونوا مشغولين بتأسيس منظومة كاملة لمصلحة السباح يطلعوا أجيال قدرة على التنافس العالمي هل معقول أن بعد المدة الطويلة وتقريبا 12 سنة ما يكونش فيه طلع أبطال صغيرين لما يجبروا ويوصلوا للعالمية في ريو كنا خمس سباحين وأنا البنت الوحيدة وطاكيو كنا أربع سباحين وأنا البنت الوحيدة برضو باريس اتنين أنا بسافر كتير مع المنتخب وبقابل النشئين والنشئات وبشوف فيهم مواهب كتير ولكن ما فيش أي تخطيط ولا منظومة متكملة علشان يتحسنوا رئيس الاتحاد قال مبارح في المداخلة أنه كان قدامي ثلاث سنين علشان أجيب الرقم التأهيلي للسباء والكلام ده غير دقيق لأني جبت الرقم المؤهل في عشرين اتنين وعشرين ولما يتم احتسابه لأن التأهيل بيبدأ قبل الأولمبياد بسنة ونص هو التأهيل بقى من ثلاث سنين ولا سنة ونص ولا من بعد الأولمبياد مباشرة واضح أن احنا عندنا مشكلة في فهم اللوايح طيب لازم نتعلم هي بتقول بقى لازم نتعلم من أخطأنا ولازم فيه كل جن فنية فهمة للقوانين واللوايح والمواعيد المهمة أنا مش عايزة حاجة ولا عاوزة أثبت حاجة أنا صعبان علي المجهود اللي أنا وغيري بنبزله على الفاضي ونفس الجيل الجديد يحققه ومدالية أولمبية اللي أنا معرفتش حقها أنا مش دخل اخناقة ومعنديش أي مشكلة شخصية مع أي حد في الاتحاد بالعكس إحنا بتربطنا علاقة طويلة في هذا المشوار رغم حزني وضيع مجهودي أنا رفضت أدخل في أي برامج أو مدخلات قبل الأولمبياد علشان اللاعبين المتأهلين في البعثة المصرية بيبقوا في أمس الحاجة للمسندة ومحبتش أسلط الأدواء على المشكلة لأن الموضوع مش شخصي وكلامي دلوقتي هدفه الوحيد إصلاح المنظومة علشان الأجيال اللي جاية أنا دلوقتي دوري هو محاولة تسليط الدوق على المشكلات الموجودة من أجل أن تتحسن الرياضة المصرية في المطلق لأن مصر تستحق الأفضل اللي بنهاتي فيه بقنا كتير فريدة عثم الله خاصته في البيان بتاعها تيالي مش محتاجة أعلق لأنه إحنا بقنا قد إيه عملين نتكلم ونعلق وأنا والأستاذ أسامة دابس كان ضيفي في الحلقة اللي فاتت وبنتكلم والأولمبياد بتخلص تكلمنا والتحقيق وأخيرها النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح أسيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هم قالوا كل الشكر لهم بجد أن هم قرروا النهاردة أو قالوا أن احنا محتاجين تقييم وتقييم منه إلى تحقيق وتحقيق منه إلى محاسبة المخط إحنا في كارسة عندنا بطلة ما راحتش الأولمبياد لأن الناس مش عارفة اللواية إحنا وصلنا لمرحلة صعبة ده غير كل اللي أنا عمال أحكي فيه بقى ليه حلقتين ثلاثة وإحنا لسه في بانسوار باريس إحنا في كارسة كبيرة بشكر كل بشكر بجد القيادة السياسية فخامة الرئيس عبدالفتاح أسيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي تكلموا النهاردة أن الموضوع مش يعني الكلام واضح أن الموضوع مش هيعديها بقى زي موضوع أحمد رفعت بجد الحاجات دي بتطمنك بتطمنك أن المخطئ هيتحاسب المخطئ هيتحاسب ما فيش خلاف يعني